أول زيارة في حياني منسح حزب التجمع الوطني الأحرى صراحة هذا اليوم يفكرني في أول لقاء أجلكم خويل يوم في الاشتراك أما كان عندنا اجتماع اليومات الصبح مع المستشارين يحتتموا هذا الشيء جميع الطموحات يلسلنا لها في هذه المنطقة التجمع الوطني الأحرار اطلق المسيرة الاجتماع مع المنتخبين كتنظيم حزبي في فبراير 2023 من الشمال وليوم الجولة الأخيرة الاختيتام في جهات الداخل والذهب وهذه اللقاءات هي مناسبة للاستماع إلى المنتخبين التجمعين حول القضايا للتنمية المحلية والمشاكين التي يعيشها ونجمعوا هذه الخلاصات لديل هذه الجوالات باش نخرجوا بها التصور عام اللي فيه المشترك اللي يمكنه يتحل على المستوى الوطني واللي فيه الخصوص اللي يمكنه يتحل على المستوى المحلي مناسبة كذلك أنه فيها مراجعة ديال تنظيم الحزبي ديال الاستعدادات المستقبل والوقوف على كل إيجابيات والسلبيات ديال المنظومة الديمقراطية في بلادنا وكلمسوا بأن الإيجابية أكثر من السلبيات هناك تطلؤات كبيرة للشباب لاخدوهم سؤونيا داخل الجماعات عندهم تطلؤات سقف عالي جدا في حدود إمكانية ضعيفة نحن نحاول نفقه بين الاثنين اليوم حزب تجمع الوطني الأحرار يختتم الجوالات الجهوية دياله الخاصة بالمنتخبين تجمعيين من جهات الداخلة ودى الدهب طبعاً أولاً هذا العمل الذي يقوم به حزب تجمع الوطني الأحرار في الخروج إلى الجهات والاستماع لمختلف الصعوبات التي توجه العمل ديال المنتخبين فكيلقى الأساس دياله من جوج المنطلقات الأساسية أولاً هو أنه لا يوجد المركز حزب ديال الجهات ديال المناطق ثانياً هو أنه ممكنش نخليه المنتخبين يواجهوا الصعوبات المحلية والتنموية بوحدهم فاليوم سوف يتم جميع مختلف هذه القضايا واحد الكتاب الذي سوف يتم معرضه قريباً هالكتاب هذا فيه مختلف الصعوبات التي تعبروا عليها التجمعيين المنتخبين في الجهات والتي سوف يتم سياقتها بحلول وباقتراحات وبأفكار من أجل جويد العمل الجامعي عموماً في بلدنا اليوم عندنا المحطة الأخيرة المحطة 12 في مسلسل ديال الاجتماعات المنتخبين ديال المنتديات المنتخبين على الصعيد الجهوي واللي هذا المقاربة اللي اختارها الحزب لأجل التواصل مع المدبرين ديال الشأن المحلي واللي كتوفره واحد الفضاء لتبادل آراء وتجارب والممارسات الجيدة في تدبير ديال الشأن المحلي وكذلك الالتقائية ديال تنزيل المشاريع القطاعية مع المشاريع اللي محلية وإشتراك يعني المدبرين ديال الشأن المحلي من جماعات والمجالي السيقليمية وكذلك الجهة وهذا اللي كيخلينا باش تكون عندنا واحد الاستدامة واحد الرؤية يعني موحدة في ما يخص تنمية ديال الجهة وكذلك يعني التلبية ديال والوفاء بالالتزامات ديال الحكومة وديال الحزب مع المواطنين عبر التنزيل السليم للبرنامج الحكومي وليك يعكس كذلك البرنامج ديال الحزب لاشي اللقاء تاريخي حزب التجمع الوطني للأحرار ماشي في المسيرة الملكية المسيرة الملكية سيدنا اللاينسلو طلاق المسيرة الاقتصادية الجهة ديال الداخلاء وطلاق المسيرة السياسية الحمد لله سيدنا عنده نظراء واضحة على إفريقيا الداخلاء بوابة المغرب على إفريقيا حزب التجمع الوطني للأحرار عد المؤتمرات الجهوية ديال المشتشرين الجماعيين على أهد عشر جهة وكانت الداخلاء هي الجهة الوحيدة اللي بغايت واليوم كان الختام الختام اليوم أتيها المشتشرين الجماعيين داروا لقاء مع السيد الرئيس وتكلموا على الجهة ديال الداخلاء والمشاكل ديال الداخلاء وصراحة السيد الرئيس تفاجأ بهذا النوع من المشتشرين الشباب اللي وعيين وفاهمين وفاهمين وعارفين قضيتهم الوطنية ويدافعوا لها بصراحة نحن كحزب التجمع الوطني للأحرار جمعنا جميع القبائل ولا تقبيلتنا هو حزب التجمع الوطني للأحرار ما تلاش عندنا هنا تيال قبيلة في الداخلاء ولا حزب التجمع الوطني للأحرار هو الكي يجمع جميع القبائل ونحن فرحانين على الرؤية الرؤية ديال سيدنا وفرحانين على السيد الرئيس ديالنا دائما وعلمنا دائما نمشو في الطريق الصحيح اللي يمشي عليها سيدنا ونحن ماشيين في طريق سيدنا وذلك الشي اللي بغى سيدنا هو اللي كين ونحن في الصحراء صراحة الداخلة معروفة والداخلة وطنية والداخلة تاريخ والداخلة بوابة المغرب على إفريقيا والداخلة بوابة على المحيط الأطلسي مع إفريقيا ساحل نحن صراحة فرحانين لهذا الشيء والرئيس صراحة خطاب اليوم ديالو الكلمة ديالو كانت واضحة للساكينة وعرفت عن حزب التجمع الوطني للأحرار حزب المستقبل وحزب الطيقة وحزب أقارات أقارات وحزب اللي جمعنا نحن الصحراويين مع شمال المملكة اليوم الداخلة كتعرف آخر محطة من استسلات المتدايات الجهوية للمتخبين التجمعيين اللي نحن كان يشكلنا فرصة حقيقية يعني من أجل التواصل مع رئيس الحكومة ومع مجموعة الوزراء المرافقين له من أجل نقل انشغالات واهتمامات يعني ساكنة جهة الداخل والذهب كان نقاش مستفيد يعني في مجموعة من مجالات اللي كراهات اللي كتعاني من هالجهة لا سواء في مجال التشغيل لا سواء في مجال السيد البحري لا سواء في الصحة والتعليم كان هناك مجموعة من توصيات المقصرحات اللي إن شاء الله نتمنى عن أن الحكومة سأخذها بعين لأتبار وخاصة يعني في ظل هذه السياسة والمقاربة الشاركية اللي كينهجها الحسب نتأمل خير إن شاء الله بإذن الله ترجمة نانسي قنقر